كيف تبدو الصورة في المقابل لديك كريستين استمرار للعمليات نضال قبل قليل رصد اطلاق نحو عشرة صواريخ باتجاه إصبع الجليل حيث دوت صفرات الانذار في مزقف عام كرياتشمونة ومرقليوت بحسب القناة الثانية عشرة الإسرائيلية بأنه جرى سقوط لثلاث قذائف صاروخية ونحن من هنا سمعنا دوي انفجارات في أعقاب تفعيل صفرات الانذار بالتالي رشقة صاروخية وسقوط لصواريخ حتى اللحظة التواقم المختصة تتعامل مع الحدث ولم يبلغ عن إصابات ونتيجة هذا السقوط الصاروخي الذي يأتي بعد عملية الاغتيال التي شهدتها مدينة صيدة أيضا في هذا الصياق كان الجيش الإسرائيلي نضال أصدر بيانا رسميا يتحمل فيه مسؤولية هذا الاغتيال الذي قال إنه جاء بتوجيه من جهاز الأمن العام الشاباك وجرى القضاء على خليل المقدح في غرة جوية على صيدة زعم أنه كان يعمل لصالح حزب الله والحرس الثوري الإيراني على حد زعم البيان وأنه في هذه الأيام كان يعمل على التخطيط والترويج لتنفيذ عمليات ضد الجبهة الداخلية الإسرائيلية بحسب زعم البيان وأن الشقيقين منير وخليل المقدح عملا معا من أجل تحويل الأموال للمقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة أنهما كانوا يعملان على تمويل وتجنيد نشطاء فلسطينيين في الضفة الغربية من أجل تنفيذ عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه هناك وأيضا في البيان المشترك مع الشباك ادعى الجيش الإسرائيلي أنه سوف يواصل عمليات الاستهداف والاغتيالات في لبنان حتى لو كانت متعلقة بجبهة الضفة الغربية وتمويل النشاط المقاومة الفلسطينية هناك على حد مزاعم الاحتلال الإسرائيلي في هذا البيان ميدانيا أيضا كما ذكرنا سابقا نضال تتواصل العمليات رشقة باتجاه إصبع الجليل قبلها اعتراض عدد من الطائرات المسيرة وسقوط أخرى في محيط عمعاد في صفض بالجليل الأعلى وكانت في حين هدوت صفرات الإنذار في مناطق واسعة بالجليل الأعلى وصولا إلى مناطق شمال الغرب طبرية تبنى حزب الله هذه العملية وقال أنه سهدف قاعدة عمعاد في إطار الرد على غرات إسرائيل على البقاع قبلها في ساعات الصباح أطلقت رشقة صاروخية كبيرة من خمسين صاروخا سقطت بعض الصواريخ في مستوطنة كاتسرين المقامة على أراضي السوريين وسط الجولان السوري المحتل إسرائيل تزعم أن هذه العملية كانت تستهدف المستوطنة أي منطقة مدنية وتهدد من خلال المتحدث باسم جيشها بأن هذا الاستهداف كان استهدافا عشوائيا للمدنيين وأن إسرائيل سوف تتصرف بما يتناسب مع ذلك في حين أن حزب الله بهذا الصدد كان في بيانا رسمي قال أنه استهدف قاعدة سنوبار وهي الموجودة الشمال غرب مستوطنة كاتسرين وأيضا قال أن هذه العملية التي استهدفت القاعدة كانت في إطار الرد على غرات إسرائيلية على منطقة البقاع في العمق اللبناني وهذا للليلة الثانية على التوالي تنفذ عمليات في العمق اللبناني على مستوى التصريحات السياسية الرسمية كان يوأف جلانت تطرق أمس إلى الهجمات على العمق اللبناني ودعا في تصريحاته أن مركز الثقل للعمليات العسكرية ينتقل من الحرب في قطاع غزة تدريجيا إلى الشمال وأن هذه الغرات التي وقعت على مستودعات أسلحة تابعة لحزب الله في العمق اللبناني هي من يوميات القتال وروتين الحرب لكنها قد تكون في إطار التحضير لتوسيع رقعة القتال هناك خشية حقيقية من هذه الأيام الحاسمة هناك إدراك إسرائيلي بأن حزب الله يراقب ما يجري بشأن مباحثات مفاوضات وقف إطلاق النار وصفقة التبادل في قطاع غزة وأن نتيجة هذه المباحثات سوف تقرر مصير هذه الجبهة إن فشلت المفاوضات سوف تشتعل أكثر وأكثر جبهة الشمال وحزب الله سوف يرد على اغتيال فؤاد شكر إن جرى التوصل إلى وقف لإطلاق النار سوف يسود الهدوء لأن هذه الجبهة هي جبهة إسناد هذا ما يقوله الإسرائيليون بالمجمل إسرائيل الرسمية تقول إنها استهدفت أكثر من سبعة ألاف هدف في لبنان منذ الثامن من أكتوبر وأنها قتلت خمسمائة وخمسين ناشطا معظمهم من حزب الله لكنها أيضا كما رأينا هذا اليوم تستهدف نشطا في حركة فتح في حركة حماس سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي وأيضا الفصائل التابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان نضال كل شكر لك كريستين ريناوي مراسلة تلفزيون العربي كنت معنا من الجليل الأعلى شكر أيضا لشبكة مراسلة تلفزيون العربي